من غير المستبعد نهائياً اندلاع حرب نووية وفي أي لحظة تحذير جديد من كوريا الشمالية لغريمتها الولايات المتحدة تتأجج معه حرب التصريحات بين الجانبين فقد أكدت بيونج يانج على لسان نائب مندوبها في الأمم المتحدة على عدم نيتها الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة النووية طالما واشنطن مستمرة بحسب وصفها في التنكر لتلك المعاهدة كما شددت على عدم نيتها نهائياً تسليم ترسانتها النووية تحت أي ظرف من الظروف طالما واشنطن لم تفعل ذلك بدورها وبلهجة التهديد ذاتها حذرت بيونج يانج دول العالم من الانضمام إلى أي تحرك أمريكي إذا ما أرادت أن تكون في مأمن من ردها الانتقامي لم تفلح كل استراتيجيات الولايات المتحدة حتى اللحظة إذن في ردع كوريا الشمالية عن المضي في ترهيب واشنطن وحلفائها لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية ومع ذلك تتحدث الإدارة الأمريكية عن رغبتها في استنفاد كل الحلول الدبلوماسية الممكنة ولا يلغي ذلك بقاء الخيار العسكري قائماً في حال فشل كل الجهود الدبلوماسية مع بيونج يانج استعراض قوة لا ينفك وتصريحات وتصريحات مضادة لا تتوقف مشهد تبقى معه أزمة شبه الجزيرة الكورية مفتوحة على كل الاحتمالات